الآن إذلب العنوان الأكثر تصدرا في المشهد السوري سياسيا وعسكريا وإنسانيا تلك المدينة في أقصى شمال غرب البلاد حيث عارت الجموعة عقارب الساعة إلى الوراء في مشهد احتفالي غاضب وكأنها الأيام الأولى للثورة السورية أكثر من سبعين نقطة في المحافظة وحتى ريف حلب شهدت مظاهرات واسعة تندد بالصمت الدولي إذا شحذ الأسد وروسيا وإيران لسكاكينهم وفي الوقت نفسه داعية فصائل المعارضة للتوحد لصد أي هجوم محتمل كما حمل الشعار القديم المتجدد لا بديل عن إسقاط الأسد على الصعيد العسكري تدق طبول الحرب على تخوم المدينة لقوات النظام مدعومة بالميليشيات الإيرانية على الأرض وآلة القصف الروسية من السماء ويحاصر في المدينة أكثر من أربعة ملايين مدني بينهم نحو مليون طفل غالبيتهم من المهجرين من درعة والغوطة وحمص وغيرها وإذ يسارع الطرفان على الأرض استعداداتهم للمواجهة تشهد بعض العواصم العالمية حراكا دبلوماسيا لبحث مصير إدلب وأول المعنيين بالأمر روسيا فوزير خارجيتها أكد أن ما يشاع عن بدء الهجوم ما هي إلا محاولة لتشويه الحقيقة لكنه أكد في ذات الوقت أن قوات بلاده تقصف الأهداف العسكرية فور رصدها وبين القصف وبدء الهجوم ضاعت بوصلة الحقيقة أما تركيا فهي تحاول الوصول لحل يجنب المدينة العملية العسكرية ولعل لقاء يوم الاثنين المرتقب بين أردغان وبوتين في سوتي ستكون آخر محاولات أنقرة لدرء الهجوم لأسيما مع تعزيزات جيشها على الأرض قرب الحلود السورية لكن أزمة النازحين المتوقعة من إدلب لوحة تركيا أنها لن تكون مشكلتها فقط بل مشكلة الاتحاد الأوروبي هذا على لسن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالن الذي شدد على ضرورة أن يكون الحل سياسي بعيدا عن العمل العسكري